السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنحل لأول محافظة عندنا في أكتاب الأضواء الصف الرابع الابتدائي السؤال الأول عندنا في محافظة القاهرة عدد كسور الوحدة التي تحتاج إليها من الكسر 1 على 8 لتكوين الكسر 7 على 8 أول ما يقول لك عدد كسور الوحدة عيني على البسط أول ما يقول عدد كسور الوحدة عيني على البسط أنا بحتاج كسر وحدة عايزة 1 على 8 بس أنا عندي الكسر 7 على 8 وبهي أعمل كم كسر وحدة عندي البسطة عندي سبعة يبقى عدد الكسور سبع كسور يبقى الاختيار رقم بيه وتعالى نشوف السؤال التاني واحد على ستة زي النقاط بتديني واحد صحيح ايه هو الواحد الصحيح الواحد على الصحيح ده كان المفروض يكون انه هو ستة على ستة ستة على ستة اللي هي بتديني واحد صحيح تمام في الجامعة والطرح المقامات لازم بتكون شكل بعضها المقام هنا ستة والمقام هنا ستة يعني المقام اصلا ستة ليه لان انا في الجامعة والطرح ما بجمعاش المقام باخد منهم مقام واحد بس طيب واحد وكام هيديني ستة ازود على الواحد كام يديني ستة ازود عليه خمسة بقيت واحد وخمسة ستة والمقامات واحدة باخد منها واحدة وستة على ستة هي الواحد الصحيح يبقى ناتج معنا خمسة على ستة لاختيار رقم ديه واتعا نشوف السؤال رقم تلاتة الكسر غير الفعلي الذي يكافئ على عدد الكسر يعني ايه كسر غير فعلي يعني بسط كبير ومقام صغير يعني نرفع الكسر طب ارفع الكسر ازاي اول حاجة بنثبت المقام زي ما هو اللي هو خمسة وبضرب واجمع الخمسة في ستة بتلاتين تلاتين ومعي اتنين فوق اتنين وتلاتين على الخمسة خلاص يبقى الاختيار ديه اتنين وتلاتين على الخمسة السؤال اللي بعده سؤال رقم اربعة الزاوية سي اي بي رقصة الرقص اللي هو ببقى في المنتصف ادي السي اي بي لو هكراها من تحت او البي اي سي برضو الاي ما تتغيرش يبقى رقصي الزاوية عندي اللي هو الاي سؤال رقم خمسة التمثيل البياني بنقاط يعرض بيانات مجموعتين على نفس الرسم باستخدام عمودين عندي مجموعتين يبقى عمدة مزدولة رقم ستة المستقيمين النقط لا يتقطعين ابدا مهما امتد من المستقيمات اللي ما بتتقطعش دا كده عندي مستقيم ما بتقطع زي زي الايه قضي بالقطار كده اللي هما المتوازيين لا يتقطعين انما المتعمدين بتقطعوا بعملوا زاوية قايمة زاوية مربع دا كده متقطعين دا كده منطبقين ببقى فوق بعض السؤال اللي بعده سؤال رقم سبع قياس زاوية المنفرجة ولا زاوية القائمة المنفرجة اكبر من تسعين لازم عدد تسعين واقل من مية وتمانين لكن القائمة تسعين مزبوطة فيش فعل درجة واحدة بس هي تسعين بس لا اكبر ولا اقل يبقى دي اكبر يبقى زاوية دي اكبر ندخل على سؤال ثانيا اكمل مائة تسع اجزاء من عشرة بيساوي نقاط جزء من ماء تسع اجزاء من عشرة يعني تسع على عشرة عايزة التسع على عشرة دي تبقى نقاط عالمية انا عملت زاودت صفر في المقام يبقى زاود صفر في البسط ضربت المقام في عشرة يعني زاودت له صفر يبقى زاود صفر فوق يبقى تسعين جزءا من ماء سعر رقم تسع اتنين نقص واحد ونص علشان اطرح عدد من عدد وكسر لازم افك الاثنين اللي هو العدد افك الاثنين دي لعدد كسري الاثنين دا لو خدت منها واحد هيتبقى منها واحد والواحد اللي انا خدته باثنين على اثنين ليه اخترت الاثنين عشان عندي المقام اثنين تمام كده نقص واحد على واحد على اثنين يبقى انا عملت ايه خدت الاثنين جنيدهم وفكتهم جنيه وجنيه جني مجمد وجني اعتبر كسر اتنين على اتنين بواحد الواحد هو هو نفسه جني خلاص كده بعد كده بطرح اطرح العدد نقص العدد والكسر نقص الكسر واحد نقص واحد كده خلاص الواحد روح اتبقى لي من القسور هطرح الكسر مقامة واحدة بكتبها زي ما هي ما بطرحش لايك الكسر ولا بجمعها بطرح البص اتنين نقص واحد هيتين واحد سعر رقم عشرة عندي اربعة على خمسة بيسوي نقطة على تلاتين الخمسة ده زادت زادت يعني اتضربت طالما اتضربت اشوف اتضربت في ايه خمسة في ايه دين تلاتين الخمسة في ست ضربت تحت في المقام في ست اضرب البصت في ست الاربعة في ستة باربعة وعشرين يو باربعة وعشرين على اتلاتين سؤال حداشر الكسر الاياتي هدي تلاتة على تلاتين يوم السلوه الكسر العشري اعيزاه في صورة عشرية صورة عشرية يعني شلل ما هي حط علامة بعد رقمين ادي رقم الاولين لكن الثاني مش موجود بنزل صفر والعلامة العشرية والصفر سؤال رقم 12 الشكل الرباعي يتكون من نقاط أضلاء الشكل الرباعي اسمه شكل رباعي يبقى كم ضلق أربع أضلاء عدد الزاوية الحادة في المسلس الحاد هو أصلا مسلس حاد يبقى فيه كم زاوية حادة ثلاثة سؤال 14 الزاوية لا تقياسها تسعين درجة التسعين درجة ده زاوية قائمة سؤال 15 الدائرة الكاملة بها نقاط درجة الدائرة كلها 360 درجة بنقسمها بالنص يبقى 180 فوق 180 تحت الرباع بتسعين وتعاني نشوف الصفحة التانية سؤال ثالثة بسم الله اختر الإجابة الصحيحة قياس الزاوية التي تمثل تلت نموذج الدائرة شيل الواحد حطه 360 درجة الواحد نشيله نحطه 360 واسل من 360 على الثلاثة خد 36 على الثلاثة اللي تضربه في ثلاثة يديني ستة وتلاثين اللي الثلاثة في اتناشر وعندي صفر هنزله يبقى حط الصفر يبقى 120 درجة العدد العشري خمسة وتمانية من عشر وكافئة الكسر خمسة وتمانية من عشرة معناها حجم الاتنين عندي خمسة صحيح وتمانية على عشرة وممكن أبسطها وعندي كمان ممكن آآ نخليها تمانية وخمسين كلها في البس وخلي العشرة بس في المقام خلاص يبقى عندي طريقتين إننا أعملها تمانية وخمسين والعشرة تحت وممكن أخليها خمسة وتمانية على عشرة وخليها كمان في أبسط صور كده ثلاثة اختيارات ها سمع الاتنين هتدين أربعة وسمع الاتنين هتدين خمسة وندور على الاختيارات ما عنديش حاجة غير الثمانية وخمسين على عشرة سؤال اللي بعده سؤال تلاتاشر عدد الزوال قائمة في المربع المربع في أربع زواية قائمة تلاتة وسبعين جزء من مائة تلاتة وسبعين جزء من مائة أهي أشيل المية وحط علامة بعد رقمين السؤال اللي بعده سؤال عشرين المثلث الذي أطوال أضلعه تلاتة أربعة خمسة عندي ضلع بتلاتة أضلع باربع وضلع بخمسة بيقول لي بيسمى بالنسبة لأطوال أضلع ومثلث نوعه ايه؟ متساوي الأضلع ولا متساوي السقين ولا مختلف الأضلع ولا منفرج الزواية طبعا أطوال أضلع يعني يا متساوي الأضلع يا مختلف الأضلع يا متساوي السقين لكن منفرج الزواية ده بالنسبة لكياسات الزواية يعني أنا مش محتاجة دي أنا عندي كل رقم من شكل كل رقم من شكل يعني ده بالكلام عن المثلث مختلف الأضلع لكن متساوي الأضلع كانت تبقى تلاتة 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 أو أربعة 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 أو خمسة خمسة متساوي السقين كان يبقى عندي ضلعين شكل بعض تلاتة تلاتة مثلا وخمسة او اربعة واربعة وخمس خلاص سأل البعضه سأل واحد وعشرين قياس الزاوية نقاط بسوء 180 درجة الحد أقل من تسين القائمة تسين المفرج أكبر من تسين المستقيمة 180 درجة يبقى اختيار رقم دي سأل رقم اتنين وعشرين تلاتة على تمانية في نقاط بسوء واحد صحيح تعال انفك الواحد الصحيح طبعا هنا الواحد ما اقدرش اقول عليه مثلا بتمانية على تمانية او تلاتة على تلاتة لان دي مسألة ضرب فانا معرفش هي اتضربت في ايه ف هنجرب تمام؟ هنا لو جربت الواحد او التلاتة طبعا لو جربت الواحد يطلعني نفسي ناتج اللي هو تلاتة على تمانية يعني ده مش معاني لو جربت التلاتة التلاتة في تلاتة بتسعة على التمانية برضو ناتج برضو مش معاني يعني ما عنديش غير الاختياران دول فهنجرب الاختياران اللي معاني الاول هناخد التلاتة على تمانية تعال نتخذ التلاتة على التلاتة في تلاتة بتسعة وثمانية في تمانية باربعة وستين برضو نتج ما يجيش معي واحد خلاص نجرب التمانية على تلت تعال نجرب التمانية على تلت لو شلت التلتة مع التلتة او شلت التمانية مع التمانية يديني برضو واحد صحيح او لو ضربت التلتة في تمانية باربعة وعشرين والثلتة في تمانية باربعة وعشرين كده يديني واحد ايه صحيح يبلغ اختيار رقم الف وتعال نشوف سؤال رابعا اجب عميالي اكتب الصغاء الممتدة جاب لي عدد وعايزه في صغام ممتد. طبعاً ده التمانية دي في الاحياد والخمسة دي عشرات. لكن الستة جزء من عشرة والاربع جزء من ماء. ادي الخمسة عشرات بخمسين. وادي التمانية في الاحد بتمانية. بعد كده بكتب العدد بعلمته العشرين. ستة من عشر يعني ستة اجزاء من عشرة. اربع اجزاء من ماء. ادي اربعة جزء من ماء. ونشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم اربعة وعشرين اضافت مونة تلاتة على عشرة لتر من الماء الى اناء. كان بيه بالفعل سبعين على مية لتر من الماء. فما عدد اللترات الكل من الماء في الزجاج. طبعا هنا علشان اجمع اواط راح لازم اوحد المقامات. عندي المقامات مش واحدة يبقى معرفش اجمع اللي لازم اوحد المقام. المقام الاولاني عندي سبعة سبعين على مية. حجم الاتنين ممكن اخلي سبعة على عشرة وجمع وممكن اخلي التاني تلاتين على مية ونجمع. خلاص? يعني ممكن اوصل لعشرة المية. او ممكن اشيل صفرة من البسطة مع صفرة من المقام. الاتنين زي بعض. كده كده هنبسط الكسر بعد من خلص. تلاتين وسبعين هيتين مية. تمام. مية على مية هيتين واحد صحيح. الواحد ده عدد اللترات الكل من الماء يبقى واحد لتر. سألوا لبعده ارسم زاوية. تعال نرسم زاوية. قياسها مية وعشرين درجة. احدد نوح. نوحها منفرج. ادي كده بنسبت. وايضا النقطة بتاعتنا ونشوف المية وعشرين درجة. اه دي كده حط النقطة عن نقطة الخط على الخط. اه دي المية وعشرين درجة تحتها. نحط النقطة فوق وبعد كده نبقى نوصل. طبعا مش محتاجين احنا نوصل هناك كده كله. هناخد بس جزء بسيط وخلاص. ده كده اقول له مية وعشرين درجة. وزاوية منفرجة. اكبر من تسعين واقل من مية وتمانين. وتعالى نشوف السؤال رقم ستة وعشرين. الرسم البيانة المقابلة يوضح عدد الزوار الذين ذهبوا للأهرامات خلال خمس ايام متتالية. راحز الرسم ثم اجيب عن الاسئلة. ما اليوم الذي ذهب فيه اكبر عدد من الزوار للأهرامات? اعلى عمودة عندنا كان يوم الجمعة. اللي هو كان تلتمين. يبقى اليوم اللي ذهب فيه اكبر عدد من الزوار يوم الجمعة. معد الزوار الذهبوا يوم لاثنين. فين يوم لاثنين? ايه دك علي يوم لاثنين? وهو ادي الخط. وبصوا بالخط ده. مكتوب كم رقم? مكتوب مية وخمسين. يبقى عدد الزوار مية وخمسين ايه? زائر. خلاص كده. كده الحمد لله احنا خلصنا المحافظة رقم واحد. ان شاء الله الفيديو القادم. هناخدوا المحافظة التانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.